اهلا بكم مشاهدين الى فقرة ضيفة تحرير مخصصها لرهانات وتحديات الرقمنة بالمهرب تفاعلا مع انعقاد اجتماع للجنة القيادة الخاصة المكلفة بتتبع التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية الاطار بشأن تعزيز المواهب الرقمية في وفق 2027 وعشرين وهو البرنامج الهادف الى رفع من عدد المسجلين والخرجين في مسالك الرقمنة بالجامعات العمومية المهربية وملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل وحاجيات المستثمرين في قطاع التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومة متابعة لهذا الموضوع ومن أجل كما أسلفت الحديث عن رهانات وتحديات رقمنا في المهرب يحل علينا ضيفا في هذه الفقرة وسعداء باستضافته الأستاذ محمد أمين المحفوظي الخبير في التحول الرقمي والدكتور في علوم المعلومات والتواصل من جامعة نيس أهلا وسهلا أهلا وسهلا سيدتي البداية كما أسلفت بالتفاعل مع انعقاد هذه اللجنة وهي لجنة القيادة الخاصة المكلفة بتتبع ما أحرز من تقدم في تنفيذ اتفاقية إطار هدفها أو برنامج لهدف وتهزيز المواهب الرقمية في أفق 2027 كيف تقدمون أهمية هذا البرنامج وإنعكاساته التي نتوقع أن تكون إيجابية على مستوى الاستجابة لحاجيات سوق الشغل وأيضا تطوير وتعزيز مواهب الشباب في هذا الباب طبعا شكرا سيدتي على الاستضافة حقيقة هذا المنظور الخاص الذي قامت به الحكومة وهو تعبئة الشباب في المجال الرقمي يعني هذا مهم بزاف لماذا؟ لأن التحول الرقمي في بلادنا كما هو شأن بجميع البلدان لا يمكن أن يكون ناجحا إلا إذا اعتمد على عناصر بشرية متمكنة من الرقمنا في حد ذاتها وعندما نقول متمكنة فهذا لا يعني أن جل الشباب أو جل المواطنين متواجدين على مثلا قنوات التواصل الاجتماعي هذا في حد ذاته ليس تمكنا رقميا وإنما استعمال رقمي فقط التمكن الرقمي هو التمكن من العمل رقميا التمكن من القدرة على التأقلم الرقمي في الشركات التي تشتغل بطريقة رقمية وهذا التأقلم هو الذي يشكل صعوبة بعض الأحيان في كثير من الأحيان عند الشباب في ولوجهم سوق العمل وليس الدبلومات وليس التكوين التقليدي في حد ذاته في لحظة من اللحظات كنا نعتبر بأن الأمر ترف اليوم هو ضرورة حتمية تماما اليوم هو يعني ركيزة من الركائز الأساسية للانتقال الرقمي للمغرب الانتقال الرقمي هو ما شيء فقط تقنيات أو تكنولوجيات نحن ما لدينا مشكلة في التقنيات نحن أستطيع أن أؤكد لك أن المغرب أن المغاربة متمكنون كما هو الشأن بجميع المواطنين في جميع البلدان حتى البلدان النامية والمتطورة جدا من التكنولوجيا تكنولوجيا كالدهر في أمريكا نتمكن منها في الشهور القليلة التي بعدها تعقب ظهورها نستعملها نستعملها بطريقة سالسة جيدة وبدون أي مشاكل المشكلة يكمن في التكوين وليس فقط التكوين الشبابي وإنما التكوين بصفة عامة حتى العناصر الإدارية القديمة أو التي نسميها بالقديمة تكوين المستمر للأطر التي اشتغلت لسنوات ولي عقود خارج إطار الرقمي طيب نتحدث عن حصيلة هذا البرنامج وعنده أفق زمني اللي هو 2027 سنعطي أرقام وسأطلب منك أن تتفاعل بخصوصها من بين الأرقام المعلنة وهو رقم مهم جدا جميع الجامعات العمومية في المهرب أوفت بالتزاماتها التعاقدية في إطار هذا البرنامج اليوم انتقل عدد المسجلين في المسالك الرقمية مشاهدين من 10712 المسجل في المسالك الرقمية في الجامعات المهربية العمومية إلى 21125 طالب جديد بالمقارنة يعني نقارنه بين الموسمين الجامعيين الماضي والحالي الزيادة تفوق 90% كيف تعلقون على هذا الرقم؟ وهل يعني بأنه فعلا سمي فيه بهذا التعاقد بهذا ما استطرناه من أهداف أفق 2027 يعني في الإطار العام قافلة التطور في البلدان شكو اللي تيجرها؟ شكو اللي تيكون في مقدمة القاطرة تاريخيا وتقليديا إلى آخره؟ يعني إلى جاوبنا بسرعة قد نقول هي الشركات الخاصة هي المصانع هي بعض عماليقة تكنولوجية المسير لقطار التنمية في البلدان هم الجامعات الجامعات هم اللي تيجروا المجتمعات إلى الأعلى لذلك فحركة الجامعة في هذا المجال في المغرب هي حركة ذكية وذكية جدا ربما جاءت متأخرة شيئا ما ولكن في وقتها يعني أما العدد هذا التضاعف في الأعداد فهذا طبيعي جدا لأن التكوينات في هذا المجال هي تكوينات مكلفة وفي القطع الخاص تكلف شيئا ما جيوب المواطنين وجيوب الشباب والمغاربة بصفة عامة لذلك عندما أخذت الجامعة بزمام الأمور فأصبحت في متناول الشباب في متناول الطلبة كمسائر الشعب وكمسائر المسالك الأخرى على ذكر التكوينات دكتور محفوظي وحتى هي أرقام مهمة تم تكيف التكوينات التي تقدمها الجامعة العمومية المغربية اليوم تنتكلم على 393 مسلك في الرقمنا ومنها 183 مسلك تميدة حديثا المسالك طبعا هي العدد لا يهم يعني ما خستناش نشوفه في هذا المجال بالضبط ما خستناش نشوفه فيه من الجانب العددي بوليومتريك وإنما من الجانب الكيفي خاصة في الميدان الرقمي في الميدان الرقمي تقدر تدير عشرات المسالك لأن المهن كثيرة جدا المهم في هذا كله وهو أن هذه المسالك كلها تستجيب للرغبات واحتل لفنتازم للشباب ديالنا اللي كيبغوا يدخلوا الجامعات لأن الطلبة يعني نحن كنا نعرفوا الواقع كيفاش دير شحال هذي كان علمي أدابي مبعد في العلمي اقتصادي علوم سياسية علوم كذا إلى آخره في العلوم الصلبة أو ليسونس اكزاكت كان مات فيزيك بيولوجي إلى آخره كانت الاختيارات محدودة جدا منمطة ومنمطة حتى اجتماعيا منمطة الآن هذا الولوج ديال هاد الشعاب الرقمية في الخدمات الجامعية اللي كانت تعطى الآن خلت الشباب بدل ما يلجأ المنصات الخارجية التي في بعض الأحيان تكونوا وتأخذوا المكونين معها إلى الخارج الآن أصبحت الجامعات تحاولوا استقطاع بهذا الشباب والاحتفاظ به لاحقا فيما سيأتي وما سيأتي هو مخطط المغرب الرقمي 2030 بمعنى أن هذا البرنامج يأتي أيضا في سياق هذا المخطط كيف تقرؤون التوجهات العامة للحكومة في هذا المجال هل نسير بالوتيرة المطلوبة هل هناك وضوح على مستوى الرؤية والتصور وأيضا خارطة الطريق على موضوع ونتقدم بتبات نحو تحقيق الأهداف المنشوة الذي أستطيع أن أؤكده لكن في هذا المجال وهو أن الكل يشتغل هذا أكيد أن الاشتغال كين أن الانضباط والتكاتل والتعبئة والتعبئة موجودة وش عندنا استراتيجية واضحة لحد الآن في الحقيقة هذه الاستراتيجية ما زال مواضحة بزر لأن المجال معقد وستراتيجية كينا وقد صرح بها حكوميا ووزاريا كوشفاء عن تفاصيلها لكن لم تنزل بعد بالتفصيل التنفيذي لأن الاستراتيجيات كتبقى دائما استراتيجيات حبر على وراء حبر على وراء وكتبقى حتى فوحد الرفوف عالية جدا شنو كيتبع استراتيجيات تنزيل الواقع كيتبعها التنزيل التنفيذي أو للي بلوند أكسيون إكزيوكيتيف يعني التحت خلصنا نعرفه شنو خلصنا نديره بالضبط وهذه بالضبط هي اللي ما زال ما واضحاش لذلك نحس ببعض التخبط في بعض المجالات حين يبدو لكم هذا التخبط علما أنه تفصلنا عن 2030 ست سنوات أو أقل تماما أنه المفروض نكون نقطع نأشوات ونكون ربما تقدمنا في التقييم وبدأنا في التقويم في التقويم تماما وبدأنا في التنفيذ الآن يعني أنه نحن حلب ثلاث سنوات ونحن نشتغل على استراتيجية جديدة لأنه كانت هناك استراتيجيات قديمة 2013 إلى آخره استراتيجيات كينة وجيدة في المستوى الاستراتيجي نظريا استراتيجيات جيدة وممكنة ولكن في التنزيل التنفيذي هناك مشاكل وهذه المشاكل يجب أن نتخطها بأسرع وقت ممكن اليوم لا تلبت منك رصد أو عنوين كبرى لهذه المشاكل المشاكل الأولى التي أرصدها ويعني الكل متفق عليها وهو أن هناك وطيرتان وطيرة التحول الرقمي في القطاع الخدماتي الخاص القطاع الخاص بصفة عامة والتحول الرقمي عند الإدارة الخدمات العمومية تعطر هذا تعطر في الخدمات العمومية هو اللي كي عطل المغرب لماذا؟ لأن البلدان لا تسيروا بالقطاع الخاص وحده لأن القطاع الخاص هو قطاع ربحي بامتياز أما القطاع العام هو قطاع اجتماعي ما يمكنش نفكر بنفس الطريقة و بنفس الطريقة و بنفس المنطق دي القطاع العام ممكن ندير واحد الرقمي في واحد المجال عمومي مثلا ناخده الصحة ما يمكن ليش ندير حساب بأن هذا الرقمي نخصد دخلية مثلا أرباح أو دخلية مسترجعات ربحية بعد سنوات من تنزيل هذا البرنامج لذلك هذا التعطر دي القطاع العام في وطيرة الرقمنة هو اللي كي عطل الاستراتيجية بأكملها أما القطاع الخاص هو مجبر على التحول الرقمي ما عندوش خيار أما القطاع العام كدولة قد منتظر إن شئنا الانتظار وكي انتفاوت على مستوى الإيقاع من إدارة إلى أخرى من مجال الترابي إلى مجال الترابي الحضري أو القراوي تماما وهذه التفاوتات ما ننسوش بأننا نحن دولة نحن مالشي شركة نحن دولة يعني يجب أن تكون الوتيرة واحدة في جميع القطاعات بحالة شي اللي كنشوفه مثلا في المدن الكبرى هذا التحول بنيات التحتية دي المدن الكبرى كي عجبنا الحال من تنشوفه بأن الطنجة تتحول بنفس الطريقة دي الرباط والرباط تتحول بنفس الطريقة دي الضل بيضاء وقد نجده نفس المرافق ونفس العصرانة في الإضاءة العمومية في الطرق في هذا وتعجبنا الحال الرغمنا كذلك ما يمكنش أنت غير تخرج من الرباط تسافر عبر الزمن إلى العصور الوسطى ما يمكنش أو لا تخرج من الضل بيضاء اللي هي تقريبا تقريبا قد دولة الطوغو في عدد السكان سبعة المليون إلى ثمانية المليون دي الناس كتخرج بعض العشرات من الكيلومترات وكتلقى مثلا أن الفارق لم يتحقق الشيء الكثير عندما نريد أن نقترب من أهميات الرقمنا فوضعنا عليها الكثير علقنا عليها الكثير من الآمال من أجل الحد من الفساد ومن أجل تبني ممارسات سليمة في التعاملات الإدارية الحد من المحسوبية من الزبونية من المساس بقيمة تكافؤ الفرص واعتبرنا بأن الرقمنا ستقودنا إلى الحكام وإلى محاربة الفساد والهضر ما الذي تحقق في هذا الغهان؟ لقد قلتها سيدتي أننا ربما علقنا على الرقمنا أكثر مما هو تتحمله الرقمنا أكثر مما تتحمله الرقمنا فالرقمنا ليست عصى سحرية الرقمنا هي الآن كما قلت قبلها سيدتي أولا لم تعد طرفا وإنما أصبحت من الضروريات في تنزيل تنمية البشرية بصفة عامة ليس لدينا في جميع البلدان أما مسألة الفساد الفساد لا علاقة له بالتكنولوجيا الفساد مرتفق بعملية التربية وبعملية تخليق الحياة العامة ما كان المستوى الرقمي للبلد إلى ما كانت الشتربية وتخليق الإدارة العامة بصفة عامة فالإنسان الفاسد سيجد طريقة أخرى للفساد في سياق الرقمنا كما وجدها خارج الرقمنا وقد يوظف الرقمنا بشكل أكبر وأكبر وأسرع في الإفساد أكثر مما كان يقوم به في الماضي لذلك فأنا أعتقد أن تعليق هذه الآمال كلها على الرقمنا صحيح أن الرقمنا سوف تمحو من على سطح الإدارة العمومية كثيرا من الممارسات الفاسدة ولكن قد تخلق منها الشيء الكثير أيضا في نفس الوقت لذلك فلا نعود كثيرا على الرقمنا فقط وإنما نعول على أشياء أخرى اللي هي التربية اللي هي المراقبة اللي هي تفعيل المؤسسات الدستورية اللي تقوم بهذه الأعمال نحن يعني هذه تجربة في جميع الدول مش غير عندنا ما خصنا ناخده التجارب الرقمية هذه الدول بعينها ونحاول أن نستنسخها في بلادنا نحن بلدنا تقافتها بوحدة وتعاملاتها الاجتماعية بوحدة واحتى طريقة الفساد اللي عندنا بوحدة مختلفة مختلفة وبالتالي يجب أن نتبنى وصفة مهربية وصفة مغربية تماما ولكن لا يمكن أن نعول فقط على الرقمنا الرقمنا في لحظة مهربية يعني راهنة اعتبرنا بأنها مفتاح لرفع كل تحديات المرتبطة بأوراش استراتيجية مهمة دخلها المهرب نتكلمه على ورش تعميم الحماية الاجتماعية مثلا قبل ذلك في فترة الكوفيد بان بأنه يعني الرقمنا هي الحل الحل في العديد من الوضعيات ومكنتنا من تجاوز فعلا لحظات كانت عصيبة جدا اليوم عندنا ورش تعميم الحماية الاجتماعية نعول عليها أيضا في إصلاح منظومة الصحة كذلك في قويات التعليم في تنشيط الاستثمار الخاص تحريك الدينامية الاقتصادية نتكلمه على ما يتصل بورش تعميم الحماية الاجتماعية هل وظفنا رقمنا كما يجب هل كانت عنصرا مساعدا هل استطعنا تقليص الهوى رقمية بين مجالاتنا الترابية وبين الوسط الحضرية والقاروي وتمكننا من جعل عموم المواطنة المواطنين يستعملونها في أن يصلوا إلى هذه الخدمة أن يستفيدوا من هذه الأمور واقتربنا منهم واستطعنا أن نصل إليهم تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب لم يكن لها لم يكن بالمستطاع أن نحقق للمغرب أن يحقق هذا الورش بدون رقمان غير خسنا نفكره بأن الرقمانة في هذا المشروع في هذا الورش فيه جزئين الرقمانة الداخلية الباكوفيس دي الإدارة بنفسها دي المكلفة سينساس ولا مو إلى آخره المكلفة بالحماية الاجتماعية أو بمعالجة المعلومات التي تمكن المغرب من النشر هو من تنفيذ سياسة الحماية الاجتماعية على عموم الشعب المغربي هذا أولا وتانيا في الجزء الثاني اللي هو المرتفقين التفاعلي الجانب التفاعلي مع المرتفق تخيالي أنه كل ما كانش مثلا الابليكاسي الموبيل دي المولا دي الاساس كيف سنفعله ما هو الخصوم للإزاجانس ما هو الخصوم للوكالات وما هو الخصوم للموظفين لإستقبال العدد الهائل دي المرتفقين اللي دخلوا الحماية الاجتماعية وتدوين البيانات والتأريخ ديالها والإستواريزازيون ديالها والتذكير تذكير المشغلين بواجباتي تصريحي عمال العاملين عندهم والزاليق إذن الرقمنا في هذا الورش في حد ذاته هي الأساس في التنزيل دياله كيف ما هو الشأن في الورش اللي كي شبهل لهذا الورش اللي هو سجل اجتماعي الموحد سجل اجتماعي الموحد علشت على الطلفي المغرب لأن المعلومات لم تكن متوفرة رأى احنا رأى اربعين مليون مغربين رأى ماشي يعني شعب صغير إذن هذا المشروع لم يكن له أن ينجز فهذا المدى الوجيزة لو تكون هناك رقمنا والرقمنا مكلفة وأعرف جيدا تفاصيل هذه المشاريع كلها بدون رقمنا لم يكن المغرب لينجز هذه المشاريع في هذا الوقت الوجيز هذا مثلا مثال يعني صريح وواضح جدا لدور الرقمنا في التنمية البشرية في بلدين ما في المغرب هذا فيما يتصل بالخدمات الاجتماعية ماذا عن تطوير الاقتصاد الرقمي هذا أيضا رهان وفي نفس الوقت هو التحدي التجارة الإلكترونية في المهرب أين وصلنا وما هي أفاق تطويرها في حال استطعنا فعلا أن نستفيد من كل ما تتيحه لنا الرقمنا أرغمنا يعني ذكرتي قبل الكوفيد إلى ذكرنا وكان ظن المغربة كلهم كيف يذكروا ذكريات الكوفيد وكيف كان للتجارة الرقمية الدور الأساسي باش الناس تستمر في العيش تستمر في اقتناء ما تحتاج تخيلي أن في بعض ناخده مثلا واحد بدون ذكر علامة تجارية واحد لانساني كوميرسيال كانت مقفلة لأن الطريقة الوحيدة التي عندها للبيع هي فتح أبوابها للمواطنين ولكن في ذلك الوقت كان الخروج من البيت أو الاقتناء من الخارج كانت قريبا ممنوعا إذن هذه الشركة كانت أوشكت على الإفلاس بسبب أنها لم تكن مستعدة رقميا لبيع منتوجاتها عبر وسائل التجارة الإلكترونية فجاءت شركات أخرى وأصبح الاقتناء عن بعد ورخصت الدولة لليفغورغ والمستخدمين في هذا المجال إلى لحتي والناس يعني الرقمنا كانت هي المفتاح للاستمرارية في التجارة والاستمرارية في الحياة الاقتصادية عند شركات كثيرة جدا لذلك فالاقتصاد الرقمي في المغرب ما يعنيش غير التجارة الرقمية أو لا التجارة الرقمية هي واحد الجزء كبير صحيح مهم من الاقتصاد الرقمي ولكن ليس الوحيد الاقتصاد الرقمي يعني أيضا أن الشركات التي تشتغل مرقمنة من الداخل يعني هات الشباب اللي كدروا لاستقطاب وكدروا شركات الآن لو لم تكن الرقمنة شحال خاص دي الموظفين بش يسير شركة دير خاص العدد هائل من الموظفين والموظفات و يعني الهواتف إلى أخير الرقمنا تساعد الشباب وتساعد الشركات على القيام بعمليات تجارية ورفع من الأرباح والتقليل من الخسائر والتكاليف ويكون التوازن وعندما يكون التوازن في القطع الخاص ينعكس ذلك على البلدان بسفة عامة أن البضاعات ينقص التمنية لهم ما يكون طالع والتكاليف العيش ينقص إلى أخير إلى أخير لذلك فالرهان على الاقتصاد الرقمي ليس رهانا عفويا وإنما الرهان عليه يأتي من باب أن هو اللي الضرورة والحاجة لخفض تكاليف المعيشة في بلادي شكرا جزيلا لك الدكتور محمد أمين المحفوظي الخبير في التحول الرقمي والدكتور في علوم المعلوميات والتواصل من جامعة نيس كنت ضيف فقرة ضيف التحرير مشاهدينا شكرا لكم على طيب المتابعة ونلتقي في مواعيد إخبارية لاحقة برامجنا ونشراتنا الإخبارية متواصلة على ميجيان تيفي للمزيد من الأخبار ميجيان نيوز وانكم إلى اللقاء